بأكد أنه رئيس الجمهورية لازم يكون فيه توافق حوله وغياب التوافق مش ممكن حدا يفرض رئيس جمهورية بالتالي اليوم كانت إذا بدك تجربة عملت يمكن البعض قرر أنه بيرشحوا نائب مشاهل معوض وبيشوفوا شو لواء ممكن توصل الأمور بركي تاني مرة بيتوافهموا بين بعضهم على اسم آخر ولكن تبين أنه هايدي النتيجة مرح ممكن تطلع أكتر من حوالي الأربعين صوت حاليا وبعدين بتشوفي أنه عمين حكى على أهم شيء ينشغل على وحدة المعارضة طيب وحدة المعارضة مين هي المعارضة ومين هي المولادة هيدا سؤال أساسي اليوم إذا بيعتبر ماذا بيحام القوات والكتائب والتغييريين بس ما كانوا اليوم على قلب واحد كمان حكى مش بسك والاشتراكيين اليوم إذا بديك تاخد المعارضة يعني مين موجود بالحكومة ومين خارج الحكومة ما فيهم يحكوا على معارضة وفيها الحزب تقدم الاشتراك 63 ورقة بيضة مش معناتها أنه صاروا أكترية بالمجلس النيابي مشان هيك أنا بعتقد وقت ختم الرئيس بر الجلسة وقال أنا من أول نهار عمول أنه لازم يصير فيه توافق لأنه رئاسة الجمهورية بهالمرحلة وبالمجلس النيابي الحالي بيتطلب توافق بين كل الأفريقاء بس بين الستين نائب وبين العشرة اللي اختاروا لبنان أو اللي اختاروا غير لبنان ممكن البقية اللي اختاروا يغيروا إذا تمت فيهم معهم تماماً صار واضح أنه بيقدروا يأمنوا أكتر من 70 صوت هذا من ميلي إذا تأمن النصاب وظل النصاب موجود بالقاعة ليه عمتون هيك؟ لأنه اليوم يمكنهم أمنوا النصاب لأنه كان اختبار نواية ممكن يستعمل سلاح النصاب ابتداءاً من الجلسات المقبلة خصوصاً أنه اللي شايفوه اليوم كان خطير يعني بالنسبة لهم البعد اللي كان سمعت أنا بعض الاثريقاء اليوم كانوا عم بيناشدون رئيس برير عم بقولوا اللهم عن بتطيروا النصاب أو راح بروح النصاب ولاش راح بروح النصاب أنا بأيدهم بكلاموا وأنه ما لازم يتطير النصاب بتأمل ما يضطروا هني بالمستقبل يبلشوا هني يستعملوا ورقة النصاب لأنه مثل ما اليوم كانوا حريصون كان أنه يضل في نصاب إن شاء الله بالدورة الثانية بيضل في نصاب وهم ما يتركوا ويطلعوا لبرا حتى نصير نلعب لعبة نصاب لأنه إذا في نصاب أنا برأيي صار فيه بمكان ما نقدر نوصل لمحل يتوافق على اسم يكون راضيين عليه الأكترية تما أقول كل العالم ويقدر يأمن أكتر من 75 صوته أنا بتأمل أنه هايدي المفاوضات تأدي ليأمن أكتر من 85 أو 86 صوت اللي هني مطلوبين طيب دهوز الرئيس ما فينا إلا ما نسألك عن الترسيم لأنه عم يقال أنه خلال يومين لازم تتسلموا الجواب الخطي من هوكشتاين يفترض خلال 24 ساعة نستلم نحن التصور خطيا وبس نستلموا طبعا رح ينعرض على فخامة الرئيس ودولة الرئيس ودولة رئيس مجلس الوزراء وبعدين الدولة اللبنانية بقيادتها بدأت تأخذ القرار بقبول هذا العرض أو برفضه عشو مبنى هذا العرض على اكتراحكم أنتوا بمنطقة العوامين عفوا على تعديلكم للإقتراح المقدم من هوكشتاين لمنطقة العوامين أنه ما يجي باتجاه البيوان ما بدي فوت كتير بتفاصيل ولكن فيه تفاهم وطني عام فيه تفاهم وطني عام ما حدا بيقدر ينزل تحته لهيدا السقف وكل الشغل اللي صار وكل الحكي اللي انحكى من قبل كل المعنيين من لبنان بهيدا الملف ونحن فريق عمل فريق عمل وحد كلمته وحد رأيه وطبعا هيدا الوحدة الليبنانية اللي شافوها هي قوت لنا موقفنا اليوم في خطوط ما حدا بيقدر ينزل تحتها إذا اجا العرض ضمن هيدا النطاق بيكون عرض إيجابي خلينا ننطر لنشوف كيف رح تتسلمه خطيا يعني عبر شو هو رح يجي شخصيا أم رح يبعته ما بعرف ميل والله وطا سألتيني تحت الأول تلك بالحمام الزيجي حمام الزيجي بلانونطر كتير يعني ما بدي يفوت بالتفاصيل لأنه البعض بيسأل جاي أماسوكسين على لبنان ولا رح تتسلمه بأي طريقة في مية طريقة في سفارة أمريكية موجودة في لبنان ممكن مثل بالماضي تكون عبر السفيرة الأمريكية ممكن يرتقط هيدا شي يعني هون مهم الأجواء بعدها إيجابية والبعدنا رايحين لا بيئة جاهزة يعني مثل ما قالتليك تفاقل حذر ومش لازم نتشاهم أو نكون متشاهمين أنه ما فيه تفاهم ولا لازم نكون عم نفرط بالتفاقل الأمور مشت بالطريقة اللي نحنا كنا بنتوقعها